بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نبقى مع هذه الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة عنوانها خصائص الحيوانات وتفاعلها مع البيئة في إطار الأسبوع الثالث عشر إذن الموضوع أيضا باللغة الفرنسية comportement de quelques animaux dans leur milieu de vie إذن الحسة الرابعة العلاقات الغذائية داخل الوسط العلاقات الغذائية داخل الوسط ترجمتها باللغة الفرنسية les relations alimentaires dans le milieu إذن أهداف هاتي الحسة الحسة الرابعة أهدافها إذن أكملو نموضجن لسلسلات الغذائية بسيطة بستخدم الكائنات الشائعة ترجمتها كذلك أيضا الهدف الرابع الهدف الثالث جو ديكري et je précise les prédateurs les plus cornes et leur proie إذن هدف الهدف الثالث باللغة العربية إذن ألاحظ وأتسائل أنتقل إلى النشاط الأول وألاحظ وأتسأل إذن ألاحظ وأتسأل إذن بعد القضاء نهائيا على الذئاب في إحدى غابات الولايات المتحدة الأمريكية لوحد تكاتر كبير لحيوان الأيل وتراجع نمو الأشجار فاقترح العلماء البيئة إرجاع الذئب مما أدى إلى نمو الأشجار من جديد إذن كما تلاحظون هذا هو الأيل نوع من الغذلان وهذا هو الذئب وهو يأكل أيلا وهو يفترس أيلا إذن هذا النص يبين لنا أنه في إحدى الغابات تم القضاء نهائيا على الذئب عفوا الذئب تم القضاء عليه تم قتل جميع الذئب لم تعود هناك ذئب موجودة في تلك الغابة إذن بعد القضاء على هذه الذئب لوحد تكاتر كبير لحيوان الأيل إذن حيوان الأيل تكاتر بشكل كبير إذن وماذا لوحد أيضا؟ لوحد تراجع نمو الأشجار إذن الأشجار تراجع نموها إذن ماذا اقترح علماء البيئة؟ علماء البيئة اقترحوا إرجاع الذئب مما أدى إلى نمو الأشجار من جديد إذن عندما عادت ذئبه عادت نمو الأشجار من جديد إذن أتساءل هل الذئب؟ إذن التساؤل الذي يمكن أن نتساءله خاصة بعد هذا النص هو هل الذئب علاقة بنمو الأشجار؟ إذن هذا هو التساؤل الذي ينبغي أن نتساءله أدون أجوبتي في دفتر التقصي إذن لدينا الآن النشاط واحد في إطار الإنجاز نشاط واحد ولاحظوا الصورتين إذن لدينا صورة أرنب يأكل العشب أرنب يأكل العشب ولدينا هنا صورة نسر يأكل وراء الأرنب هو عقاب في الحقيقة ليس نسرا لكن أسموه هنا نسرا هذا النشاط الثاني عفوا هذا النشاط الثاني نبقى مع النشاط الأول ولاحظوا الصورتين يعني الصورتين الأيل صورة الأيل وصورة الدئب هذا هو النشر الأول إذن ألاحظ الصورتين يتغدى الدئب على ماذا يتغدى على الأيل يتغدى على الأشجار والنباتات أنه يتغدى على الأوراق التي في الأشجار كما تلاحظون هنا هذا أيل يأكل أوراق الأشجار إذن هو يتغدى على الأشجار والنباتات إذن هذا النشاط الأول أتمم الخطاطة في إطار النشاط الأول إذن الخطاطة إذن لدينا الشجرة الشجرة تؤكل من طرف ماذا الشجرة تؤكل من طرف الأيل والأيل يؤكل من طرف من الأيل يؤكل من طرف الدئب من طرف الدئب إذن هذا هو النشاط الأول ننتقل الآن إلى النشاط الثاني الذي فيه الأرنب وفيه النسر فيه العقاب في الواقع لكن يسمونه النسر إذن تشكل الكائنات الحية الممثلة في الصورتين 3 و 4 سلسلة غدائية إذن هذه الكائنات الحية تشكل سلسلة غدائية إذن الأرنب يأكل العشب والأرنب يأكله النسر إذن هذه سلسلة غدائية إذن أركب سلسلة غدائية من الكائنات الحية المبينة في الصورة إذن لدينا العشب العشب يؤكل من طرف من؟ يؤكل من طرف الأرنب والأرنب يؤكل من طرف من؟ يؤكل من طرف النصر إذن تعتبر النباتات كائنات حية منتجة إذن النباتات النباتات هي أيضا كائنات حية يعني النبات والأشجار هي كائنات حية أيضا مثلها مثل بقية الكائنات الحية إذن هي كائنات حية إذن تعتبر النباتات كائنات حية منتجة إذن النبات هو كائن حي منتج يعني منتج للمادة العضوية إذن هو منتج والحيوانات العاشبة مستهلكة من الدرجة الأولى إذن الحيوانات العاشبة على ماذا تتغدى حيوانات عاشبة على ماذا تتغدى تتغدى على العشب تتغدى على العشب إذن نعتبر أن نسميها مستهلكة من الدرجة الأولى إذن هي مستهلكة من الدرجة الأولى والحيوانات اللاحمة هي مستهلكة من الدرجة الثانية لأنها تتغدى على الحيوانات التي تأكل العشب إذن هذا في إطار ألف أذكر المستوى الغدائي لكل كائن في السلسلة في السلسلة إذن العشب هو منتج العشب هو منتج الأرنب هو مستهلك من الدرجة الأولى النصر هو مستهلك من الدرجة الثانية إذن كذلك أملأ الفراغ بكتابة مفترسا أو فريسة إذن داخل هذه السلسلة الغدائية يعتبر الأرنب يعتبر ماذا؟ يعتبر فريسة إذن الأرنب فريسة لأنه يؤكل من طرف يعني من طرف النصر والنصر يعتبر ماذا؟ يعتبر مفترسا إذن النصر يعتبر مفترسا هذا جيم تالتا تعلماتي الجديدة تعلماتي الجديدة أقرأ ثم أملأ ترتبط الكائنات الحية فيما بينها داخل وسط عيشها بعلاقات غذائية على شكل حلقات تكون سلاسل غذائية إذن كائنات الحية فيما بينها داخل وسط عيشها تكون ماذا؟ تكون سلاسل غذائية كذلك النباتات كائنات حية ذاتية التغذية فهي كائنات حية منتجة إذن النباتات هي كائنات حية منتجة تتغدى الحيوانات العشبية على النباتات لإنتاج مادتها العضوية فهي إذن ماذا؟ إذن هي مستهلكة من الدرجة الأولى والحيوانات المفترسة اللاحمة مستهلكة من الدرجة الثانية لأنها تتغدى على الفرائس يعني إذن هذا هكذا نكون قد أتممنا هذا السؤال الثالث إذن أستثمر تعلماتي أستثمر تعلماتي النشاط واحد يمثل الجدول التالي بعض الحيوانات وغدائها إذن الحيوان أسروع الأسروع ما هو الأسروع؟ هو هذا الأسروع هو دود يعني في الواقع ليس دودا يعني هي فراشة في مرحلة الدودة في مرحلة اليرقة بعد ذلك ستحول إلى فراشة إذن هذا هو اليسروع إذن أسروع غدائه ما هو غداء الأسروع؟ غدائه نباتات إذن يأكل النباتات وهناك أيضا نملة النملة ماذا تأكل النملة؟ النملة باستطاعتها أن تأكل الأسروع إذن النملة تستطيع أن تأكل الأسروع ولدينا قبرة القبرة القبرة هو نوع من أنواع هذا هو النملة العصافير هو نوع من أنواع العصافير والطيور إذن هي القبرة القبرة ماذا تأكل القبرة؟ القبرة تأكل نملا وأسروعا القبرة تأكل النملة والأسروع ثم لدينا الأرنب ها هو الأرنب إذن الأرنب المسكين يأكل فقط النباتات يعني لا يأكل أي شيء لاحم يأكل فقط النباتات الأرنب إذن أركب سلسلة غذائية من ثلاثة حلقات إذن اختاروا من هذه الحيوانات اختاروا سلسلة غذائية من ثلاثة حلقات إذن أنا اخترت الحلقة الأولى النباتات يعني النباتات يأكلها الأسروع يأكلها الأسروع والأسروع تأكلها القبرة يعني كما لاحظتم القبرة في فمها ماذا؟ في فمها أسروع لذلك أنا اخترت هذا يعني كان من الممكن مثلا أن نقول أسرع ثم نملأ ثم قبارق لكن القبارة تأكل الأسرع والنملأ إذن اخترت هذا الاختيار والقبارة لا تستطيع أن تأكل الأرنب مثلا هذا هو الاختيار الأفضل إذن الآن في إطار التناوب اللغوي كما أخبرتكم سابقا هناك تناوب اللغوي في إطار التناوب اللغوي هناك اكتيفيته 2 أ. جيكري لنه في كل حيث ما هو الهبل ؟ ماذا هو الهبل يعني بالأبيض والأسود إذن هو الهبل يعني هو الهبل و هناك الهرب ما هو الهرب؟ الهرب هو العشب الهرblemة هي الـ أشب و هناك أيضًا لين مان هي الـ لين؟ الـ لين هي وzeitان هي الَّبوَا الَّبوَا إ وهذه الله عليها. إذا من أ Difinary كان أ One類 يفضل يعني أمثو سيطرة الداخل أدرس Price ادرس قل مع أدرس إلى أدريك عندما رأس فل NASA Work يعني من الدرجة الثانية إنه الليون اللبؤة إذن لدينا من هو اللبؤة؟ يعني المفترس إنه اللبؤة اللبؤة يعني الفريسة من هي الفريسة؟ إنه الزبغ يعني بهذا نكون قد أتممنا يعني هذا النشاط في أدل الأسبوع الثالث عشر أتمنى أن يكون هذا العرض مفيدا لكم شكرا على حسن تتبعكم وإلى درس آخر